التالي ببارك لك الأول ربنا أخليك مبروك على توليك المدير الفني لنادي السكة أعتقد دي أول تجربة بقى كبتان أمير عزمين جايد لوحدة تاني تجربة آه لوحدة آه كنت أنا في النجوم المستقبل آه فترة كده بداية نوصل مدفئات ودي الفترة دي التجربة التانية كمدير فني يعني إن شاء الله فربنا سألتكم جات إزاي كبتان أمير أصلا ولا يمكن أنا المجلس الضرر محترم طبعا جدا دكتور محمد عيد والكابتن نبيل كمالي يمكن هما اللي كانوا على التواصل والمفاوضات ما خلتش يعني وقت طويل وبس والحمد لله يعني الموضوع مشي بسرعة وربنا سأل إن شاء الله يمكن أنا الواحد النادي السكة الحديدة أنا هو أعتبر أقدم نادي في مصر ده نادي أدين جدا نادي بتاع ونادي ونادي عنده منشأة محترمة عنده أستاذ محترم وبيجدد فيها بالزبط فربنا سأل إن شاء الله الواحد يقدر يساعد بإذن الله أهداف يا كابتن أمير يعني حططوها مع بعض والله الأهداف إن شاء الله السنة الجاهة صعود يعني الصعود النادي ده فعلا يستحق اللي يكون في مكان كويس يعني أنا فاكر زمان ما كانوا في الدورة يمكن طلع نجوم كبيرة جدا يعني الوقت مثلا بركات على حكر محمد بركات طبعا وكابتن عيمان منصور كابتن جمال السيد فنادي لا نادي بقولك أعتبر أدم نادي في مصر فإن شاء الله بإذن الله الواحد هيكتهد مع الجهاز طبعا اللي موجود معي يمكن أنا معي الكابتن حمد نصر مدير ربعام والكابتن أحمد نبيل والكابتن هاب بيتا دول طبعا من الأولادنا للسكة الحديد ومعي طبعا حبيبك الكابتن أمير عبد كل يوم الصبح صورة صورة على الصبح لازم أنت هو بس يمكن أنا برضو سعيد اللي برضو يعني الجهاز فيه يعرف أنت الأعمار شباب برضو شباب برضو دي حاجة كويسة جدا ومعنا يعني الحمد لله يعني ربنا يساعد إحنا هنبدأ إن شاء الله كده كمان يعني على الأول الشهر إن شاء الله إن شاء الله فربنا سهل إن شاء الله نقدر نعمل حاجة بذلك حطيته برجت للعبين يا كابتن خلي بالك عشان بس أنا أحكلمك دواتي على فاركو ومين سعطين فاركو والشرقية للدخان من التارت الشرقية للدخان وفاركو الشرقية للدخان ومين تارت جماعة مين الإعداد عشان أنا بانت سمسيت بس وكوكا كول أيضا بالزبط ثلاث أندية شركات التالي الوضع بيختلف في الشكل العام للدور المصري بعيدا عن الأندية الشعبية كابتن أمير هنا نادي السكة هو نادي قديم لكن برضو يعتبر من الأندية المؤسسات أو أندية الشركات يعني يعتبر في وقت المؤسسات هنا بقى البجت اللي بيتحط هو اللي بيفرق يعني الأندية دي عشان تصعد صرافة كابتن بص هي أنا بيتفق معك طبعا في اللي هي الكرة لوقتي استثمار واللي بيدفع أكتر أو اللي بيجيب لعب أكتر بس تصدقني في فرق كتير لو أنت ببصر حتى في الدور الممتاز أو فرق قبل كده صرفت يعني أنت ممكن تصرف والاختراك بتاعك غلط وممكن ما تصرفش كتير بس اختراك يبقى صح صحيح وأنا في وجهة نظري أن الدرجة دي اللي هي الدرجة التانية معظم اللعبة شبه بعض تصدقني يعني معظم اللعبة شبه بعض يعني ما فيش فرقات ما فيش فرقات كتير انت فهمني لكن اللي بيفرق هي التفاصيل الصغيرة انت فهمني يعني تفاصيل الصغيرة اللي بتفرق لكن زي ما بقول لك المهم اللي انت تختار صح مش مهم اللي انت اه انت أكيد الفلوس بتفرق في اللي انت بتشتري ممكن لعيب بيفرق عن لعيب حاجات بسيطة لكن زي ما قلت لك ان شاء الله بإذن الله احنا نحاول نختار اللعيب اللي يقدر أولا يبقى عارف اللي هو جاي نادي وده يمكن كلام ما كنا انا قاعدين مع الجهاز الفني اللي لازم اللعيب اما هو عارف وكلام ده مش بقوله عشان انا مع حضرتك لكن الملاعيب يبقى عارف اللي هو جاي نادي كبير نادي عنده تاريخ لازم يبقى عارف اللي هو جاي نادي كبير مش اللي هو جاي نادي مجرد اللي هو جاي يرعب سنة وخلاص او سنتين لا انت جاي نادي نادي محترم نادي كبير نادي زي ما قلت لك نادي عريق من اندية القليلة جدا في الدرجة الثانية اللي عندها استاد يعني انت لو تبص نسا قلت أقولك دي من مقاومات الانتماء مقاومات الاستقرار ان انت عندك ملعب عندك مكان وده خلي بالك ده ما الناس اتكلمت معي انا اتكلمت معهم في النقطة دي اللي انا قلت له النهاردة انه دي عنده كيان او عنده فيه عندية في الدورة الممتازة خبتين فاروغ شهرود عندها لا بيتتدرب في حتة وبتتدرب تاني يوم في حتة والعمال بيأخذوا الأدوات من حتة لا انت عندك كيان عندك استاد محترم عندك اسم محترم ان شاء الله بإذن الله نحاول نجتهد بإذن الله الفترة اللي جاية وربنا يكون كريمنا ان شاء الله في اختيار اللعبة اللي من خلاله بإذن الله نبدأ نعمل موسم كويس هو بالنسبة لي انا وخدة تحدي ان شاء الله بإذن الله اللي نيزهر بشكل جيد